وكان السيد رئيس الجمهورية قد أشرف رفقة الوزير الأول البرتغالي على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائر البرتغال المنتدى الاقتصادي الذي حضره ستون من رجال أعمال من الجزائر بالإضافة إلى متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال من البرتغال يهدف لبحث فرص الشراكة والاستثمار بين المؤسسات الجزائرية والبرتغالية رئيس الجمهورية أكد أن البرتغال بلد صديق داعيا إلى ضرورة ترقية الشراكات والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والبرتغال لارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين مشيرا إلى أن الجزائر هي البلد الإفريقي الوحيد الذي ليست له مديونية وأنه يسعى إلى تنويع اقتصاداته خارج المحروقات السيد الرئيس دعا بالمناسبة المستثمرين البرتغاليين إلى إقامة شراكات مع رجال الأعمال الجزائريين وإلى الاستثمار في الجزائر